اشتركوا في القناة على الشط بالصيد بتاعها بتقول لنا انها بتحب حياتها في القرية جدا علشان عندها صحاب جمال وكمان علشان عندها خطيب بيحبها وبينشوف خطيبها وهو جاي من البحر وبيكون اسمه اه وشبه السمكة البلطي كده وبعد ما بتسلم عليه بيديها لقلقة وبيقول لها ايه رأيك فبتكون مبسوطة جدا وبتقول له انها حلوة قوي فبيفاجئها وبيقول لها انه خلاص قرر يتجوز فبتستغرب شوية وبتقول له انها لسه مش جاهزة بس بتكون مبسوطة جدا ولكن هو بيفاجئها تاني وبيعرفها انه مش عايز يتجوزها هي وبيكون عايز يتجوز بنت تانية اسمها جين والصراحة يعني يو بتكون احلى من جين ميت مرة ولكن اه بيبقى هيتجوزها علشان ابوها مدير مصنع ولو تجوز بنته هيمسكه كل حاجة وكمان هيديله شقة وبيبقى هدف اه انه يخرج برا القرية الصغيرة وما يفضلش فيها طول عمره فبتتصدم يو طبعا وعينيها بتدمع اما هو فبمنتهى اللام وبالا بيديها اللقلقة وبيقول لها اعتبريها هدية انفصلنا وبيسيبها وبيمشي وساعة هاي يو بتفضل تعيط وبتقوله انها هتلاقي راجل احسن منه ميت مرة وبعد كده بنروح لمجموعة شركات جيانج وبنشوف الحفيد جو وده شاب وسيم وبيبقى اكتر واحد محترم في الاحفاد اما ان اخوه الصغير طايش وبيكون بيحقد عليه علشان عارف ان جده بيفضله وهيورسه كل حاجة ولما جو بيدخل لجده بيتفاجأ انه بيقوله لو عايز تبقى الوريس لازم تتجوز يو وبيعرفه ان يو تبقى بنت صديق قديم لي وكان وعده انه هيجوزها لحد من احفاده وبيوري له كمان صورها وهي بتصطاد سمك وبنرجع بقى اليو اللي بتقع وسط الزفة بتاعة اه وجين وجين بتهزقها وبتقول لها انها جاية تبوز الجوازة وانها ما تحلمش تخطف منها اه علشان عمره ما هيرجع لها تاني وده لانها بنت قروية كحيانة ولازم تتجوز شاب قروي كحيان زيها اما اه فخلاص بقى مش من مستواها دلوقتي فيو بتتغاز وبتقول لها انها مش بس هتتجوز شاب غني ده هتتجوز جو وريس مجموعات جيانج ولما بيسمعوا كده بيتحكوا عليها بس بعدها على طول بتوقف عربية غالية جدا وبينزل منها اان وبنشوف بنت من اهل القرية بتقرب على العربية وبتلمسها فبيقول لها انه كده هيدفعها غرامة وبعدها بيروح ليو علشان يقومها من على الارض ولكن مش بيلحق وبيلاقي جو هو كمان نازل من عربيته وسط زهول اهل القرية وبيقفوهم الاتنين يتخنقوا على يو وان بيحاول يقنع جو ان ما ينفعش وريس عيلة جيانج يتجوز بنت فلاحة بس بيرد عليه جو وبيقول له يخليه في نفسه وان كل دقيقة بيعودها في القرية هيبيع سهم من الاسهم بتاعته فطبعا ان بيجري علشان مايفلسش اما جو فبيقوم يو وبيعرض عليها تتجوزه وقبل ما تستوعب بيشيلها وبيدخلها العربية بتاعته وبيعرض عليها تاني تتجوزه فبترد عليه وبتقول له انت بتقول يا جدعي انت وصلني بس يا اخي عند اول القرية وخلاص فبيقول لها طب ايه رأيك تيجي معايا للمدينة ولما بتسأله اجي ليه بيقول لها علشان تقابلي جدي فبتستغرب بس بتوافق عادي جدا وفي الطريق بتقول له انا مش عارف انت بتحبني على ايه ولكن طالما مهتم بيه يبقى لازم تمسك ايدي واتدلعني بقى وكده فبيبصلها باستغراب وبيتأكد انه تورط مع واحدة مجنونة ولما بيوصلوا الشركة بيستقبلهم المساعد بتاع الجد مستر ليو واللي بيبان عليه انه شخص طيب جدا ولما بيدخلوا يو بتلاقي حجر لامع فبتنبهر بيه فليو بيقول لها ان الجد جمع الحجر النادر ده قطعة قطعة وبيعتز بيه جدا واسناء ما كانوا وقفين بيشوفوا واحدة اسمها لين وبتكون ممثلة مشهورة وجميلة قوي لدرجة ان يو بتتكسف من شكلها وبتستخبى وراء ليو بس سيلين بتيجي عليهم وبتبقى عايزة تشوفها ولما بتشوفها بتبقى قرفانة منها كأن ريحتها وحشة وبتقعد تتريق عليها قدام جو لان بعد ما انتظر كل ده في الاخر جده هيجوزوا البنت القروية دي وبيمشوا كلهم علشان يقابلوا الجد الا اول لما بيشوف لين بيفتكرها يو وبيقعد يرحب بيها بس بعدها بيقولوله ان مش هي دي وبيشوروله على يو فبيقولهم يا لهوي دا البيت لسه بنفس الشكل بتاعها وهي صغيرة وبعد كده بيسيبوها وبيمشوا فبتدخل الفيلا والخادمة بتمسح فبتتزحلق والحسن حظها قان بيكون معدي وبيلحقها وبتبقى لحظة رومانسية جدا وبيفضلوا يبصوا البعض وهي بتبقى شايفاء امير ووسيم اما هو فبيقول في عقله ايه البت الوحشة دي بس مش مهم بقى هستحملها علشان ابقى الوريس الوحيد وبياخدها بعدها وبيوريها فستين علشان تختار منهم واحد تلبسه في الاجتماع ولكن مش بيعجبها ولا واحد اما جو فبيكون واقف معلين اللي بتستمر في تريقتها على يو وبعدها بيدي فستين للخادمة علشان توصلوا ليو وبعدها الميكاب ارتست بتحط لها ميكاب وبتخليها تلبس الفستان ولما يو بتخلص وبتخرج بتلاقي جو فبتسأله عن رأيه في الفستان فبيرد عليها وبيقول لها انه ما يعرفش فكانت لسه هتتخانق معاه ولكن توازنها بيختل وبتقى عليه وبيقربه من بعض بس بتتعدي ليو بسرعة وبعدها بتدخلين وبتسأل جو عن رأيه في الفستان بتاعها فبيرد عليها وبيقول لها انه رائع جدا وبياخدها وبيمشي ولكن يو موجودة اصلا وبيعرف ان الجد غير رأيه وانه مش هيجوز الوريس ليو فبيتعصب جدا لان كده فرصته في انه يكون الوريس للأسف ضاعت وفي الوقت ده يو بتبقى قعدة في مكان زي دار الضيافة كده والبنت اللي شغالة هناك بتقول لها ان معاد انهم يقفلوا جه ولازم تخرج دلوقتي وبالفعل بتخرج وطبعا مش بتلاقي اي حد يوديها الاجتماع العائلي فبتفضل وقفة في المطر بالفستان الخفيف اللي هي لابسا ومش بتعرف تروح فين وفي الوقت ده بيبقى في عربية على وشك انها تخبطها فبتتخض وبتقعد على جنب والناس بتتلمى حواليها وفي الوقت ده جو بيكون رجع علشان ياخدها اما في الحفلة فالجد بيرجع في كلامه للمرة المليون وبيعلن خطوبة جو على يو الشهر اللي جاي وبنرجع ليو تاني اللي بتفضل تعيط وبتحضن جو علشان بتكون خايفة جدا من اللي حصل اما هو فبيطبطب عليها وبيحاول يهديها وبياخدها معاه العربية وهناك بيلاحظ ان اديها متعة ورا فبيقول للسواء يوديهم على بيته وهناك بيجيب لها الدكتور اللي بيقوله ان دي حاجة بسيطة ولما بيقوم يعمل تليفون بيقول ليو ان جو اول مرة يجيب بنت على البيت بتاعه وساعتها بتفرح قوي وبعد ما بيخلصوا بياخدها علشان يرجعها بيتها وفي العربية بيعرفها خبر اعلان خطبتهم فبتصدموا انها مش موافقة فبيستغرب جدا لان دي اول مرة بنته ترفض تتجوز حد من عائلة جيعنج فبتقوله انها حاسة انها ملهاش سلطة على نفسها وان الجواز ده قرار مصيري ماينفعش حد ياخده بالنياب عنها وكمان بتقوله ايه فايدة ان اتنين مش بيحبوا بعض يتجوزوا وبعدها بتسيبوا وبتنزل تقف على البحر فبينزل من وراها وبتمسكوا من ايده علشان توريه شروق الشمس من مكان معين قال يعني شوية رومانسية وكده وبعدها بياخدها على البيت بس بتتفاجأ ان السيد ليه موجود وانهم هدوا بيتها وبيبنوا مكان مصنع تبع الجد فبتحس ان الدنيا بتلف بيها وبتبقاها تقع فبيسندها الجو لحد العربية وبعد كده بيروح لجد وبيعتبوا انه عمل كده في بيت يو وانه كده بيلوي درعها وبيجبرها تتجوزوا فبيقوله انه هو ده اللي عنده وبيعرفوا ان يو هتقعد في بيتهم والخناقة بينهم بتكبر لدرجة ان جو بيزعق لجد وبيتهموا انه بيحب يجبر اللي حواليه على حاجات هم مش عايزينها فالجد بيديها وحدة كده وضعية انا طالع عيني ومش بنام وبيقوله انه عايزي نم دلوقتي وبتتنقل يول الفيلا بتاعة الجد وبتبقى مبسوطة جدا لدرجة انها بتقول بصوت عالي انها حاسة انها عايشة في الحلم لبس جديد وسرير ناعم لا وكمان عريس ده ايه الهان اللي احنا فيه ده وبتقول ان الحياة معيلة جيانجي مش بالبشاعة اللي كانت متصوراها وبيسمعها انفة بيتدايق لانها بتيجي تاخد كل حاجة وبيقرب منها غصب عنها ولكن هي بتبقى خايفة جدا وبتقاط عيط فبيحس بالزنب وبيبعت شوية ولكن بيهددها انه هيخلي حياتها في البيت جحيم وبتفضل رايحة جاية تفكر هتعمل ايه لحد ما بتقرر انها تهرب من البيت علشان لو حد عرف اللي حصل هتبقى فضيحة وهتضطرت كده كده وبالفعل بتاخد شنطتها وبتنط من على الصور بس علشان بنتنا حظها حلوة ان بيبقى معدي بالصدفة وبيشيلها قبل ما تقع وبيقول لها على فين يا قطة هو دخل الحمام زي يخرجه ولا ايه وفي نفس الوقت ده جو بيبص من شباك قطة وبيشوف ان وهو شيلها وطبعا بيتدايق جدا وبيسألها ان عن المكان اللي هي رايحة ولكن مش بتردى تقوله فبيمسك الشنطة بتاعتها وبيفضيها على الارض ولما بيلاقيها واخده دمها بيعرف انها ناوية تهرب وبيتصدم لانها مش عايزة تتجوز من عائلة جيانج فبتقوله انهم كلهم مغرورين وانانيين ولو بنت عندها زرة عقل مش هتتجوز حد فيهم المهم انه بيقول لها انه هيساعدها علشان تهرب وانه متدرب كويس على الموضوع ده طبعا كل ده وجو بيبقى شايفهم ومتعصب جدا وبعدها اان بيوصلها لحد القرية بتاعتها وقبل ما تنزل من العربية بيخليها توعدوا انها ما ترجعش لعائلة جيانج من تاني وبتروح يو وبتحجز اوضة في بانسيون وهناك في بنت من اهل القرية بتشوفها وطبعا ما بتصدق الشمس تطلع وبتروح تقول لجين والبنات انها شافتها نزلة من عربية اان وبتعرفهم كمان انه رمالها رزمة فلوس وشكلها كده اضطردت من عائلة جيانج وبيتفقوا انهم يضيقوها ويكرهوها في عيشتها ولما اان بيرجع البيت بيلاقي جو بيزعق له وبيكون فاكر انه هو اللي اضطرد يو فان بيفجقوا ان جد وعدوا انه هيخطبها لي وبكده جو ملوش انه يتدخل في الموضوع بس برضو بيسأله اذا كان معجب بيها وعلشان كده مهتموا الكلام ده ولكن جو بينكر طبعا بس من جواه بيبقى بدأ انه يعجب بيها وبالليل في البانسيون واحدة من البنات بتحط لها ورقة باسم A كأنه يعني عايز يقابلها في القبو بتاع المصنع اللي جد جو بيبنيه فبتستغر بيو بس بتنزل تقابله واول ما بتبقى لوحدها البنات بتظهر لها وبتبدأ جين تحط راسها في جرد المية وتكتم نفسها لحد ما بيغم عليها وساعتها بيخاف وبيطلع يجره وبعد شوية بيجي تصلي جو وبنعرف انه مخلي حد يرأي بيو والشخص ده بيقوله انها خرجت من البانسيون بقالها كتير وما رجعتش فبيتخض جدا عليها وبيجري على مكان المصنع وبيفضل يدور عليها لحد ما بينزل القبو وهناك بيلاقي شلة الخنازير بتاع جين افلين عليها الباب فبيعاني لوحده لحد ما بيفتحه وفي الاخر بيلاقيه على الارض ومتكتفة ولما بيفوقها بتفضل تعيط وبتحضنه وبعدها بتفقد الوعي من تاني فبيشلها وبياخدها على بيت عائلة جيانج وبيطلب لها الدكتور ولما بيشوف عنف وشه بيقوله ان لو حصل لها حاجة هيخلي حياته جحيم وبيفضل جو جنبها طول الليل بيحاول يخفض لها حرارتها ويعمل لها كمدات وبيكون قلان عليها جدا ولما الصبح بيجي حالتها بتبقى تحسنت وبتفوق وبتقوله انها زهقت من النوم والتعب فبيعرض عليها يتفسحه وهي بتوافق وفي الطريق بتسأله هم رايحين فين فبيقول لها انه محضر لها مفاجأة والمفاجأة انه بياخدها للمصنع وبيبقى جايب شلة الخنازير التلاتة اللي هم جين واصحابها ومخلي تلات رجالة يكتفوهم ويحطوا قدام كل بنت من التلاتة جردة المية فيو بتقوله انها مش عايزة تنتقم ولكن هو بيبقى شايف انها لازم تنتقم علشان ترد كرامتها وبنعرف ان المية اللي في الجرادل دي ميت مجاري وبيخلي الرجالة كمان تحط رأسهم فيها ومش بس كده ده بيقول لجين انه هيخفض منصب ابوها اللي هو يا دوبك مدير في مصنعهم لو ما شربتش من المية هي والبنات فبتفضل تشرب لحد ما يو بتفضل تتحايل على جو يسيبهم يمشوا لانها خلاص اخدت حقها فبيسيبهم على شرط محدش منهم يتعرض ليو تاني ابدا وبيسيبوهم في المصنع وبيمشوا وفي الوقت ده بيفكر ان كده جو ويو هيقربوا من بعض واحتمال يو تفضل جو عليه فبيجري هو كمان على المصنع وبيلاقي شلة الخنازير قاعدين زي ما هم على الارض وبيترجوا كمان يسيبهم لان خلاص جو عقبهم فبيقولهم ان عقاب جو حاجة واعقابه هو شخصيا حاجة تانية خالص وبيخلي رجالته يضربوهم وبعد ما بيأكلوا العلقة تمام بيلاقوا ليو ورجالة الجد جايين ياخدوا حق يو للمرة التالتة بس لما بيلاقيهم مضروبين بيصعبوا عليه وبيسيبهم يمشوا ولكن بشرط انهم كل ما يشوفوا يو يقدموا لها الاحترام وطبعا بيوافقوا اما يو فبتبقى ماشية مع جو وبتكون شايفة انه انسان متصلت وفرض رأيه عليها لانها ما كانتش عايزة تنتقم فبيقول لها انها لازم تتعلم تاخد حقها وتاخده كويس قوي كمان علشان الناس تحترمها فبتفرح ان الاول مرة تحس ان في حد مهتم بيها وبتشكره لان واقف جنبها فبيحضنها وبيطلب منها تتجوزوا فبتفرح جدا وبتقول في نفسها انها اخيرا لقت العود وبتوافق بس بيفجئها وبيقول لها ان الجوازة دي هتبقى مصرحية قدام الجد علشان يقدر يسيطر على مجموعة جيانج وبعدها بقى يبقوا يتطلقوا ولما بيسألها عن رأيها في الاقتراح ده مش بيديها فرصة تجاوب وبيقول لها انه بقاله فترة كبيرة بيفكر في المقترح ده وحاسس ان دي افضل طريقة علشان يكسبوا بيها فبتسأله هي كده هتكسب ايه فبيرد عليها بانها هتكسب الحرية لان الجد هيسيبها في حالها ومحدش هيفرض عليها حاجة هي مش عايزاها تاني فبتحاول تهرب منه وبتقوله ان الجد هيقفشهم ولكن هو بيكون مصمم ولما بتوافق بيفرح قوي اما هي فبتقول لنفسها ما طبيعي يعني انت فاكرها يحبك ده انت حتت صيادك احيانا وبعدها بياخدها وبيروحوا للجد علشان يقولوا انها اخترتوا وانهما الاتنين بيحبوا بعض ولكن الجد بيعمل نفسه مشغول بقراية الجرنان وبيقولهم انه هيبقى يفكر فبياخدها جو بعدها علشان بيكون محضر لها مفاجأة والمفاجأة بتطلع فستان الخطوبة وطبعا يو زي اي بنت بتفرح بالفستان كل جهده في انه يحسسها بكل التقوس الا اي بنت مكانها هتكون عايزاها اما الجد بقى فبيقول ليو انه شامم ريحة حاجة مش مظبوطة وحاسس انهم بيخدعوه وعلشان كده بعد حد يرقبهم وينقلوا كل تحركاتهم وبعدين بيفكر شوية وبيقرر يبعت ليو يرقبهم وبرضو ليو يعني اولى من الغريب وبيبدأ يرقب يو وهي بتمارس وظيفتها كهوس كيبر وبيكتب وبيدون كل حاجة حتى غسلها للفاكهة وكمان وهي بتلعب يوجا بس هي بتحس بيه ولكن للأسف مش بتعرف تقفشه وبنروح للوكيشن التصوير وبنشوف لين الممثلة وهي قاعدة بتجهز وصاحبتها بتفاجئها ان خلاص يو وجو هيتخطبه فبتحس لين بالغيرة خصوصا لما زملتها بتقول لها انهم بيحبوا بعض وان يو الفقيرة الكحيانة هتبقى من اغنياء المدينة واللبيسة بتاعت لين بتقول لها ان ما ينفعش تخسر بسهولة وانها لازم تتخلص من يو علشان تقدر تخلي جو يحبها وتاني يوم بينشوف يو وهي متنكرة ورايحة لجو علشان تقوله ان في حد بيلاحقها وانه غالبا كده السيد ليو علشان هو اللي معاه مفاتيح كل القوض وانها كمان شبه متأكدة من الموضوع ده فبيضحك وبيسألها ايه اللي يخلي ليو يعمل كده وساعتها جنون العظمة بتاعها بيتكلم وبتقوله ان اكيد ليو معجب بيها معروفة يعني وساعتها بيضحك تاني فبتضغاز وبتقوم وبتمشي ولكن بيشدها من الزعبوت بتاعها فبتقى عليه وبيقربوا من بعض وبيتكسفوا جدا وبعدها بياخدها وبيتمشوا علشان يحط الخطة اللي هيمشوا عليها بحيث لو الجد بعد حد يرقبهم يصدق انهم بيحبوا بعض وبيخيرها يحبوا بعض في السر ولا في العلن فبترد عليه وبتقوله يا اخي حبني في العلن انا لست خطيئة فبيقول لها انه لو حبها في العلن الجد هيشك فيهم وانه للاسف لازم يحبها في السر وبيوريها خريطة الفيلا وبيعرفها ايه الاماكن بالزبط اللي هيتطروا يمثلوا فيها انهم بيحبوا بعض وبنشوف لين في اللوكيشن وبتبقى لسه متضايقة من اللي حصل ولكن بنتفاجأ ان جو بيتصل بيها وبيطلب يقابلها ولما بتروح تقابله بتتفاجأ ان يو كمان موجودة وبيطلبوا منها تعلمهم يمثلوا فبتجيب مخرج ومدير تصوير وبيعملوا لوكيشن علشان يعلموا الجو ويو يمثلوا على بعض والمشكلة ان جو بيعرف يمثل ويقول كلام حلو ولكن يو كل ما تسمعوا بيتكلم بتقعد تضحك وكأنه بيقول لها نوكات والمخرج بيقول لهم انه هيعيد المشهد ولكن وهم بيعيدوا يو علشان فقيرة وكاحيانة مش بتعرف تمشي وهي لبسة كعب فبتقع وجو بيمسكها وبيفتكرهم المخرج بيمثله ولكن لين بتبقى عارفة من جواها انهم مش بيمثله وان المشهد ده حقيقي مية في المية وجو بيشيل يو على ظهره وبيطلعها على قطه وبعد كده بيتمشى معلين وبيشكرها لانها سعادته فبتسأله اذا كان معنا اللي حصل النهاردة انه مش بيحبيه فبيجاوبها ان دي تمثيلية هم عاملينها وبعدها بتحاول تقرب منه ولكن بيبعد عنها فبتزعل جدا وبتقوله انها كانت فاكرة ان في فرصة انه يحبها فبيحاول يفهمها انه دايما كان شايفها بالنسبة له فرد من العيلة مش اكتر ولكن هي بتقوله انها كانت حاسة دايما انها هيجي يوم ويحبها وانه من ساعة ما قالها مواصفات فتاة احلامه وهي بتحاول تبقى الشخصية اللي هو عايزها فهو بيقولها انه مش الشخص المناسب ليها وانه لما الشخص المناسب ييجي هي بنفسها هتعرفه ومش هتحتاج تبزي المجهود علشان يحبها وساعتها بتحس لين بخي بتأمل وبتمشي وهي بتعيط وبتفتكر كل ذكرياتهم سوا وبصراحة احساس وحش قوي لما تكتشف ان كل دا كان في خيالك وان الطرف التاني ما كانش بيحبك ولا حاجة ولما لين بتروح البيت بتفضل تعيط لحد ما المساعدة بتاعتها بتيجي وبتسألها عن السبب فبتقول لها انها اول مرة تشوف جو متيم بحد للدرجة دي فالبنت بتحاول تصبرها بانها بكرة تحب وتتحب بس برضو بتفضل تعيط وبنلاحظ ان المساعدة بتاعتها بتبعت حاجة لحد ولكن مش بنعرف ايه هي وتاني يوم بنشوف الجد مع ليو وهم قاعدين يتفرجوا على المشهد اللي تصور بين جو ويو وبيبدأ يقتنع انهم بيحبوا بعض فعلا بس بيقول ليو انه برضو مش متطمن لهم قوي وبعدها بيكتمع معاهم وبيدي الجو ورق منقصة وبيقول له بص يا ابني بقى لو عايز نقف معاك في الجوازة دي وساعدك لازم المناقصة دي ترس عليك ولازم كمان المشروع ده ينجح وساعتها هتبقى ابني وحبيبي وهسلمك كل حاجة اما بقى لو فشلت فانا معرفاكش ومش هساهم ابدا في الجوازة دي وساعتها جو بيحس بالورطة ولكن بياخد منه الورق وبيسمع كلامه ولما الجد بيمشي يو بتحاول تعرف ايه اللي في الورق ده ولكن جو بيقول لها ريح نفسك اللي في الورق ده مشروع صعب جدا والجد نفسه ما قدرش ينفزه بس وهي طلع على السلم بتقابل اعن وبتسأله عن المشروع فبيعرفها ان المشروع ده مشروع منتجع سياحي وان الجد معلق تنفيذه من 3 سنين وكمان دي مش اول مرة يأجله المشروع ده فبتسأله لو كان سبب تأجيل المشروع هو الفلوس فبيفضل يضحك لان دي اخر حاجة تهمهم وبيكون سبب تأجيله هو ان الجد نفسه يعمل المنتجع عند قرية الصيد ولكن بيبقى فيه راجل اسمه سيد شو هو اللي معصلك المشروع وده لانه مش بيكون عايز يبيع البيت بتاعه وبيحاول موظفين جو يوصلوله عن طريق الموبايل ولكن بدون اي فايدة فبتقرر يوم مع جو انهم يروحوله سوا وفي الطريق جو بيشرح لها انهم في كل مرة بيبدأوا فيها المشروع ده مش بيعرفوا يكملوه وده طبعا بسبب السيد شو اللي مش بيرضى يبيع البيت والارض بتوعه وللأسف مش هينفع يعملوا المشروع من غير المنطقة بتاعته لانها بتطل مباشرة على المحيط فبتفكر يو ان الجد اداله المشروع ده علشان مش موافق عليها كزوجة الحفيدو بحيس يعني يعجزه كده فجو بيفهمها ان الموضوع ملوش علاقة بيها وان جده اداله المشروع ده كتحدي علشان لو قدر يعمله هيتطمن على الشركة معاه وبعد شوية بيوصلوا لبيت السيد شو وبيلاقوا راجل قاعد في البراندا بيشرب شي صيني فبيسألوا عن السيد شو وبيقول لهم انه مش قاعد هنا فيو بتعمل نفسها عايزة تدخل الحمام وبتدخل وبتدور على السيد شو جوا فالراجل بيدخل وراها وبيقول لها كفاية تفتيش وبيعرفها انه هو يبقى السيد شو وبيرجع معاها علشان يقعدوا بعد كده مع جو اللي بيطلب منه انه يبقى لهم البيت بتاعه ولكن بيرفض لانه عاش في البيت ده طول عمره وفيه ذكريات طفولته وشبابه كلهم وبيحاولوا معاها يمين وشمال بس مش بيقدر يقنعوه باي حاجة وفي الاخر بيطردهم علشان بيبقى رايح يصطاد محار من على الشط فبيقرر يو وجو يروحو هم كمان خصوصا انه يو عنده خبرة في الصيد ومن خلال خبرتها دي بتقدر تعرف ان السيد شو مش محترف وانه هاوي وده لان الوقت اللي خرج يصطاد فيه مش وقت صيد والمفروض كان خرج الساعة 11 مش الساعة 2 وعلى الشط بيلقوه مش عارف يصطاد وبتقدر يو تجيب كمية كبيرة من المحار ولما بيسألها الشو عن الطريقة بترد عليه وبتقوله انها بتنقل اماكن اللي فيها اخرام زهرة في التربة وبتحفر فيها لان بيكون جواها كميات كبيرة جدا وبالفعل بيفرح شو جدا لما بيقدر يخرج المحار لوحده وبيفضلوا قاعدين لحد ما الدنيا بتليل واهل القرية والاطفال بيتلموا على الشط وبيعملوا حفلة سمر حوالين النار وجه وبيفتح قلبه ليو وبيشكرها انها خلته يقضي اليوم ده على الشط وده لانه من زمان بيكره البحر جدا لان اهله ماتوا فيه من حوالي عشر سنين اما هو ففضل يعافر الامواج لحد ما فاء على الشط وكان فيه بنت بتفوقوا ساعتها بس ماكملش الحكاية وما قالهاش غير انه نجا بقع جوبة ومن ساعتها وهو بيخاف من البحر جدا وبيكرهوا وبعد ما بيخلصوا بيروحوا يكملوا الحفلة مع شو لان يو بتبقى شايفة ان طالما كده كده مش هيقدروا يحققوا اللي جايين علشانه فعلى الاقل يستمتعوا بوقتهم وبعد ما بيخلصوا شرب عصير التفاح مع شو بياخدهم وبيرقصوا مع الشباب وبنشوف شاب منهم بيعمل بروبوزة لبنته وبتكون مبسوطة قوي وكمان يو بتبقى مبسوطة وبتفضل تبص عليهم وهي نفسها هي كمان يحصل معاها كده وبيلاحظ جو سرحانها وبيفضل بصص لها وتقريبا كده بيبدأ يحبها وبعدها الشو بييجي وبيسأله عن السبب اللي مخليه عايز يعمل المشروع ده فبيفضل يشرح له اسباب خاصة بالشغل ولكن شو بيكون عايزه يقوله الاسباب الشخصية وهنا يو بتتكلم وبتقوله ان من الاخر كده هم عايزين يعملوا المشروع ده علشان يتجوزوا وده لان جد جو حاطت ده شرطة اساسي لجوازهم وبتعرفوا كمان قد ايه هم بيحبوا بعض وبتوضح له ان المنتجع ده نقطة فاصلة في حياتهم فبيقولهم انه هيحكي لهم سبب تمسكه بالمكان ده وبنرجع فلاشباك لايام ما كان شو لسه شاب وبنعرف انه كان نفس قصة جو الوريس الوحيد لعيلة غنية ولكنه حب بنت فقيرة اسمها وان وبنلاحظ انها شبه يو جدا وفضل يحبه بعض لمدة خمس سنين بس في الاخر قال لها انه مش هيقدر يتجوزها دلوقتي لان عيلته مش موافقة وبيعرفها انه ممكن يتجوزها بعد ما يقدر يثبت نفسه في الشغل بس ساعة هاون بتقرر تسيبه وبتقوله ان علاقتهم ببعض للأسف مش هتنفع وبتودعه كمان قبل ما تمشي ومن اليوم ده وهو ما شفهاش رغم انه بعد خمس سنين قدر يحقق ذاته ويمسك مجموعة الشركات بتاعتهم وحاول كمان يشوفها ويرجعها ولكن ما رديتش تقابله وعارف بعدها انها تجوزت صياد وخلفت بنت جميلة وبعد سنين عارف انها للأسف ماتت هي وجوزها وحتى كمان ما قدرش يودعها او ينثر رمضها وعلشان كده متمسك بالبيت ده لانه اخر حاجة بتربطه بيها ولكن في الاخر شو بيغير رأيه وبيقول لهم ان لو بيعه للبيت هيقدر ينقذ قصة حبهم ومش هيبقى ليهم نفس المصير بتاعه فهو موافق وبيوقع على ورق البيع ولما يو بتسأله عن اسم الست اللي بيحبها مش بيرضى يقول ولكن لما يو وجو بيمشوا بيوجه كلامه لوان اللي مش بتكون موجودة وبيقول لها ان بنتها طلعت حلوة قوي زيها وهنا طبعا بيكون قصده على يو وبيقول لوان انها تقدر تستريح دلوقتي لان بنتها خلاص لقيت الملازل امن ومش بيفوت دقايق وبيروح جو وبيتصل بجده وبنشوف ناس بيرق بيو من عربية نقل كده وبيبقوا عايزين يخبطوها ولكن جو بياخد باله وبينقذها وبيتخبط هو وبيفضل على الارض وهي بتفضل تعيط وبتحاول تفوقه وبيفتكر جو البنت اللي كانت بتفوقه على الشط زمان اللي هتطلع في الاخر هي هي يو زي اي مسلسل صيني المهم ان الزكرة دي بتخليه يفوق ويحضنها وبيبقى مصاب اصابة بسيطة يعني وبيفضل يفتكر ذكرياتهم سوا وبيفضلوا حضنين بعض لحد ما الاسعاف بتيجي وبيتنقل على المستشفى وطبعا الصحافة ما بتصدق وبتكتب في الموضوع ده وبنشوف ليين وهي في بيتها وبترقص ومروقة على الاخر ولكن اول ما بتسمع الخبر بتتخض وبتقرر انها تروح له المستشفى اما الجد بقى فبيبان انه مش متفاجئ ولما ليو بيكلمه بيطلع ان الجد هو اللي ورا الحادثة بس كان قصد يو من وراها مش جو فبيتصدم ليو وبيقوله انه اساسا هو سبب وجود يو وسطهم فليه بقى عايز يخلص منها فبيعترف الجد انه كان غلط لما قرر يجاوز يو من احفاده ولسه ليو هيتكلم بيقوله انه لو تكلم في الموضوع ده تاني هيترده وبعدها بنشوف ليين وهي عند جو في المستشفى وبتقوله انها خلاص قرارت تسافر تشتغل برة وان معروض عليها عرض حلوة قوي وخلاص ما بقتش مستنية منه حاجة وبتتمناله التوفيق في حياته وبتمشي وبعدها بشوية الجد بيوصل وبيتطمن على جو وبيقوله انه لازم يخف علشان من الاسبوع الجاي هيمسك اعمال الشركة ولما يو بتدخل بتلاحظ ان الجد بيبصلها نظرات غريبة فلما بيخلص بتقوم علشان توصله وبتتفاجئ بي بيقولها انه خلاص بنالها البيت بتاعها وتقدر تنقل فيه من دلوقتي وبتاخد بالها ان ليو عايز يقولها حاجة ولكن بيسكت وبيطلع الاسنسير ورا الجد ولما بترجع لجو بتقوله انها حاسة بحاجة غريبة من ناحية الجد كأنه عايز يقولها حاجة معينة وبعد مرور فترة بنشوف يو وهي عايش حياتها فستين ومجوهرات وباقت سيدة مجتمع وبتقول لنا ايو وتتنازلوا عن احلامكم لانها دلوقتي عايش حلمها ولا كأنها اميرة في ديزني وبنشوفها هي وجو رايحين يختاروا خاتم الماس للفرح فيو بتختار اقل خاتم في الكتالوج وده بيحرق جو جدا قدام الموظفة اللي هتسلمهم الخاتم فبيقول لها جيبي كتالوج اكبر من ده علشان يو تقدر تختار براحتها ولما بتمشي بيقول لي تختار حاجة اكبر فبتقول له هو مش الجوازة دي كده وكده قدام جدك وبس ولا ايه فبيفجئها وبيمسك ايديها ولسه هيقول لها حاجة بيجي المساعد بتاعه علشان يتفقوا على التفاصيل الفرح ويبلغ الفندق فبيروح مع المساعد وبيسي بيوت اختار الخاتم وبيقول له انه عايز الثيم بتاع الفرح يبقى كأنهم في المحيط ويحط دلافين ولقلق ويزود كمان اللون الازرق والاخضر علشان يو عاشت وتربت جنب المحيط وده هيبسطها قوي فبيستغرب المساعد بتاعه وبيقول له هو ليه بيعمل كل ده مع ان الجوازة كده وكده بس جو بيكون عنده رأي مختلف وبيقول له ان يو تبقى الاميرة المفقودة بتاعته وان الجواز مش مزيف ولا حاجة وبعدها بيروح هو ويو يختار فستان الفرح والبدلة وبيلحظوا ان الموظفين عايزين يقول لهم حاجة ولكن مش بيقولوا ولما بيرجعوا على الفيلا واول ما بيدخلوا بيلاقوا بنت لابسة فستان فرح وجده بييجي وبيقول له اعرفك يا سيدي دي تبقى مي وريسة عيلة سو وخطبتك الجديدة وساعتها بيتصدموا هما الاتنين وجو بيزعق معاه وبيسأله عن السبب اللي مخليه بيعمل كده ومي كمان بتطلع حرباية وبتقول له الوضع زي ما سمعت كده وبتعرفوا انها موافقة ورأيه مش مهم ولما بيروح علشان يفهم من جده الهابل اللي بيحصل ده لكل حاجة من البداية وانه مختار له مي من الاول اساسا بس بيفضل مستغرب ليه خلاه يقرب من يو فبيكتشف انها مش بنت صديقه ولا حاجة وانه كان عارف من الاول حكاية شو ويان وعارف كمان ان الطريقة الوحيدة اللي هتخلي شو يبيع البيت بتاعه هي انه يشوف يو اللي بتكون نسخة من امها وعلشان كده خلا جو يقرب منها من البداية فبيتصدم جو وما بيبقاش عارف يعمل ايه فبيسيب جده وبيمشي ولما بيفتح الباب بيلاقيه وقفة برة وسمعت كل حاجة فبيفضل يتحايل عليها علشان ما تمشيش ولكن هي بتقوله وهي بتعيت ان الجد عمل لها شقة جميلة قوي وبتعرفه ان هما الاتنين كسبوا وهي كسبة الشقة وهو كسب الشركات وده كان اتفاقهم من الاول فبيمسك ايديها وبيتحايل عليها ما تمشيش بس هي بتقوله ان ده اللي المفروض يحصل وده لانها بنت بسيطة وهتفضل عيشة في القرية البسيطة بتاعتها وبعد كده بتسيب وبتمشي وبعد فترة بتبقى ليلة راس السنة وبتفضل يو قاعدة قدام التلفزيون تتابع اخبار حفل زفاف جو اللي كل الاخبار اكدت انه الساعة تمانية وطبعا بتبقى بتعيد بس بتقرر تحتفل براس السنة وبتقوم وبتلبس فستانها وبتروح على البحر وهناك بتتفاجئ ان جو ساب فرحه والناس كلها وجالها بالخاتم الالماس علشان يطلب ايديها للجواز واخيرا بتوافق وبيبقوا مع بعض وبيعيشوا بقى في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام